نظام تجمعت هو نظام عشائر اجتماعي ميز فترات تاريخية واستمر إلى الآن في الكثير من المناطق بالجزائر ويهدف في الأساس لحل مشاكلهم مهما كان نوعها والتكفل بانشغالتهم التي عجزت الإدارة الوصية في احتوائها هذا النظام صار أساسيا وعمودا فقاريا للنظام القروي نتيجة لضعف الدولة المركزية التي عجزت لاعتبارات سياسية وجغرافية وتاريخية عن توفير الأمن والأمان للسكان هذا النظام يساعد أيضا في حل الخلافات وتجاوزها كما هو الحال في بعض القضايا التي تعالجها العدالة من أجل إحلال الصلح بين طرفين مثل ما حدث مؤخرا في ولاية المسيلة اليوم رنم مجتمعين هنا في عرش بوحمدو بلدية سوامع من أجل قضيتهم العرش وهي قضية الصلح بين عرشين اللي هما عرش بلد سحنون وعرش السوامع نزولا عند طلب عرش الجنات الذين يريدون طلب لقاء صلح تواد أنا توجهت بطبيعة الحال إلى العرش تاعي وعرش السوامع الذي هبه هبه واحدة يبقى إذن نظام تاجمعت سبيلا يسلكه المجتمع للتعاون والتضامن وحتى لتفادي الخلافات والخصومات التي يفشل فيها وفي الكثير من الأحيان الوسيط القضاء في المحاكم